وللمتابعة ينضم إلينا من رباطة الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز المغربي للدراسة الأمنية وتحليل السياسات دكتور منار في ظل كل هذه التحركات التي قام بها المبعوث الأممي لهذه القضية القضية الصحراء المغربية ما الذي يمكن أن يشحى عنه الاجتماع اجتماعه بالوفد المغربي في رشبونة أولا الأمر يتعلق بمناقشات ومباحثات وليس مفاوضات كما روج إلى ذلك البوليزاريو والجزائر بمعنى أن المغرب هنا فرض مقاربته لطريقة التي يجب أن تكون بها المباحثات مع المبعوث الأممي ولم ندخل بعد مسألة المفاوضات التي تبدو بعيدة جدا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن خلالها جلسة المناقشات المغرب هنا وضع المساحة التي يمكن أن يتحرك داخلها المبعوث الأممي وهي أولا أن سقف كل حل يمكن أن يكون قادما هو الحكم الداتي الذي هو المبادرة التي ذات مصداقية من خلال قرارات مجلس أمن ومن خلال الأمم المتحدة المسألة الثانية وهي أن النزاع يجب أن يظل داخل الأمم المتحدة تابعنا منذ تقريبا شهرين أو ثلاثة محاولة إخراج النزاع من الأمم المتحدة والدهب إلى الاتحاد إفريقي المغرب وضح هذه المسألة وكان حضور عمر هلال هنا دليل واضح على هذه المسألة المسألة الثالثة والتي يجب أن ننتبه إليها وهي حضور لأول مرة الممتلين المنتخبين في المناطق الجنوبية وأتحدث هنا عن رؤساء الجهات وهذه إشارة قوية سواء للمبعوث الأممي أو للبوليزاريو أن هناك ممتلون قانونيين للسكان الجنوبين يحضرون وهم منتخبون هذه ثلاث إشارات قوية وأعتقد بأن الأمر هنا يتعلق بمقاربة مغربية سمعا للمبعوث الأممي في الرباط والآن هناك محادثات تصبح التقرير الذي سيحضر من مبعوث الأممي إلى مجلس أمن دكتور سليمي ما تحدثت به الآن وما تفضلت به هو الشروط التي وضعها المغرب من أجل الدخول في مفاوضات مع هذه الأطراف النزاح تحدثت حضرتك على مقاربة مغربية ما هي هذه المقاربة؟ المقاربة المغربية وهي أولا أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات خارج هذا السقل هذه نقطة أولى المسألة الثانية أن المغرب هنا لا يمكن أن يضيع وقت في مفاوضات أخرى مع طرف لا يملك القرار بمعنى أن الطرف الذي هو مسؤول ويجب أن يكون حاضر في المفاوضات وأن يتحمل مسؤوليته وهو الجزائر وهذه كانت واضحة أيضا مسألة أخرى وهي الشروط وهو أن النزاع هنا لا يجب أن تتعدد فيه داخله مجموعة من الجوانب الأخرى كما وقع مع المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس معنا أن نظل نتحدث عن حل سياسي والبحث عن حل سياسي ثم هناك مسألة أخرى وهي هناك التحلب الواقعية هناك إشارة وردت مع المبعوث الأممي السابق على روس وهو فالسوم الهولندي الذي وصل إلى نقطة وهو أن البوليزاريو يجب أن يكون واقعيا وأن ما يطالب به البوليزاريو هو مستحيل وهذه الفقرة وردت في التقرير الأخير لمجلس الأمن وهنا تبدأ بمعنى إذا كانت هناك ستكون مفاوضات ستكون وفق هذه الشروط ولكن أعتقد بأنه الآن لا زالت بعيدة هذه المفاوضات نحن في إطار محادثات ومناقشات وليس مفاوضات كما تريد مثال البوليزاريو أن تدخل مباشرة وهي والجزائر وروجت إلى هذه المسألة منذ شهور تقريبا لو وضعت سيناريو موضوعي حول شكل هذه المفاوضات التي يمكن أن تجمع بين المغرب وجبة البوليزاريو حول ملف الصحراء المسألة الأولى وهو أن المغرب لا يمكن أن يتفاوض مع هذه الجبهة التي لا تملك القرار الذي يملك القرار وهو الجزائر وقد لوحد مثلا في مسلسل مفاوضات التي انطلقها وكان للمغرب فيها حسن النية لوحد بأنهم لا يقدمون أي شيء بمعنى ينتظرون القرار يأتي من الجزائر إذا لماذا المفاوضات مع البوليزاريو؟ المفاوضات يجب أن تكون مع الجزائر التي هي التي تملك القرار وهذه المخيمة موجودة فوق أرضها وهي التي تملك الحل مع المغرب بمعنى أن يكون هذا نقاش بهذه الطريقة بمعنى أن تظن الجزائر تهرب بحجة أنها غير معنية فهي معنية لأنها هي سبب المشكلة هي التي خلقت المشكلة والبوليزاريو هو مجرد دمية تحرك الجزائر كما تشاء المغرب وصل إلى هذه المسألة منذ سنوات يعرفها منذ نشأة هذا الكيان منذ بداية النزاع واليوم وقت الوضوح ووقت الواقعية ووقت الصراحة مع المبعوث الأممي نعم شكرا جزيلا لك من الربط على كل هذه الإضاحات الدكتور عبد الرحيم منارسليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات